أعلنت وزارة الموارد المائية والري لانتهاء من تأهيل طراع بأطوال تصل إلى 342 كم في محافظة القليوبية وفيما يخص مشروعات التحول لنظم الري الحديث أوضحت الوزارة أنها تستهدف تحقيق التحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث في مساحة 60 ألف فدان وأنه يتم العمل على التحول للري الحديث في مساحة تصل إلى 48 ألف فدان وأنه تم الانتهاء من 933 فدان